بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم على آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد وعيد العبادي قلنا إذا انتهينا أنه كان في هناك ثلاثة مراكز مهمة جدا في الأردن اللي هي إيلة وأذرح والجرباء وأدوماتو أو دومة الجندل أو الجوف يعني هي أسماء متعددة من مكان واحد في يحنى ابن رؤبة اللي هو كان في إيلة يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فصالح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعطى الجزء لسيدنا محمد أما أهل الجرباء يشيخ العربان وقابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وعطوه الجزء فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم صلح الرسول مع أهل أذرح وبالمثل عام رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجرباء وأذرح فقد جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم يعني هلأ إحنا بنا نقرأ الكتاب أو العهد الذي أعطاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح والجرباء وهذا شرف عظيم جدا لهتين القريتين الأربنيتين هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله ومحمد وأن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كثير عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين إذن يدفعوا مئة دينار وبالتالي صارت علاقة الموادع التي شرحناها في حلقات سابقة صارت موادع يعني صاروا أحلاف باللغة العشائرية أو بالاستلاحة العشائرية الأردني صاروا أحلاف يعني لا يعشوا يمشوا عليهم ولا هضوا يعشوا يعني لا هذا يبنى شبهات ولا هذا يبنى شبهات وبنفس الوقت لا يناصر أي قوة ضد المسلمين والمسلمين لا تناصر أي قوة ضدهم لكن ترى لو بدنا نقول كلمة الجرباء وكلمة أذرح الجرباء معناها أرض بور لا تنبت زرعا وكلمة رجل أجرب معناها مصاب بداء الجرب ومعنى أذرح كلمة أذرح هي سلسلة التلال الحمراء وأصل كلمة اسمية عربية قديمة يعود أصلها للجذر الثلاثي ذرحا ذرحا والذي يعود إلى اللغة العربية الجنوبية القديمة والشمالية ويفيد بمعنى الإحمرار فكلمة أذرح هي جمع الجمع لكلمة ذريح التي هي الجمع لكلمة ذريحة والتي تعني التل الأحمر في اللغات العربية أيضا ذريح كما سيأتي فيما بعد في حلقاتنا عن مملكة الأردنية الأدومية والنبطية وقبلهم الحورية الذريح هو معبد الأدوميين والأنباط وقبلهم الحوريين في وادي الحسى في محافظة التطيلة الآن اللي كانت مملكة أدوم الأردنية الآن هي في محافظة التطيلة الآدومية فتح النبي صلى الله عليه وسلم أي أذرح الجرباء فتح سيدنا محمد صلحا لكن لأهمية هذا المكان ولأن أهله تتشرفوا بالحصول على بردة الرصوص لا يعني على أحد ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل معهم العهد لذلك كان هذا المكان مهم جدا هذا المكان لأنه يأتي ما بين البادية الفسيحة وما بين جبال الشراء أو جبال السعير أو جبال جنوب الأردن الآن فهي قريتان يعني هم قريتان متجاورتان ومتلازمتان في الذكر تقعان شمال غربي مدينة معان كما أن أذرح والجرباء كما أن أذرح والجرباء بقيت عامرتين إلى أصور متأخرة وكان هناك سيل قوي الجريان ينبع من الأرض وأنا أذكره سنة 68 كان هذا الموضوع كان السيل لا زال وكان الناس تزرع عليه وكتبوا عنه الرحالة والأجانب كمان لا بد أن نقول أنه وبعدين فيما بعد تخذ المسلمين منطقة أضرح والجرباء لتكون مكان التحكيم ما بين سيدنا علي وسيدنا معاورة الله عنهم جميعا والحد الآن الجبل اسمه الأشعري وهو مكان مرتفع يطل على جبال الشراء غربا وشمالا ويطل على البادية شرقا لكن أيضا ذكره الرحال العربي مثلا إدريسي قال وشراء مدينتها تسمى أذرح يعني أي الشراء كورة الشراء كانت عاصمتها أذرح والجرباء طبعا تنطق مع أذرح مباشرة والجرباء تنطق إما بألف همزة وإما بألف مقصورة يعني جرباء وجرباء طبعا في اللقاموس المحيط يعني في اللقاموس المحيط في اللغة العربية الجرباء معناها السماء أو الناحية التي يدور فيها فلك الشمس والقمر والأرض المقهوطة والجارية المليحة جارية المليحة الجميلة اسمها جرباء لأنهم عادة يعطوا الأسماء المنفرة للحماية من العين يعني ما هذا هكذا هكذا اعتقادات العرب يعني وفي كل من أذرح والجرباء قال يا قوت الحموي أيضا هو اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراء ثم من نواحي البلقاء وعمان وهو مجاور لأرض الحجاز وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح البخاري وفي مسلم أيضا أن أمامكم حوضا ما بين ناحيته كما بين جرباء وأذرح تم فضح أذرح كما قلنا والجرباء في حالة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وسن التسعة للهجرة طبعا وذلك لما حل الجيش المسلمين في أرض تبوك وبالتالي أصبحت فيما بعد ضمن جند الأردن وضمن مجال قوات فتح الأردن اللي هي بقيادة الشرح بيل بن حسنة والحديث البقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة